السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعت كثير عن هذا المكان وكان عندي فضول شديد اني اوصل لهون واتعرف على هذه الثقافات من اول ما اوصل على هون بيحكي بيسأل في الشخص هذا بيحكي له بكم هذا الثوب وصار يستفسر عنه وهون صار بيحكي انا احلى اشي انه الناس ودودين جدا في هذا المكان يعني من ضمنهم هاي الطفلة اسمها سارة وحاول انه يحكي معها بيحكي لها انت حجابك جميل جدا واعجب فيه جدا وصار طبعا هي تحاول انها تفرجي البطاقة اللي معه لانها ما كانت عارف انها تحكي معها بطريقة صحيحة من الامور اللي سوقفته كمان واعجب فيها اللي هي الساعة بيحكي انها اضخم ساعة بشوفها في حياتي وكانت بتجربة رائعة لاني انا اوصل لهذا المكان هون وصل لعند الحرم المكي وبدو يدخل وطبعا هو احترام بدي احكي لكم شغلي هو لا انه مسلم ولا هو جاي لا لا جاي يدخل الاسلام ولا وضلوا يعني على ديانته اللي هو عليها اللي ما بعرف شو هي يسوان كان عنده دين ولا ما عنده دين هو جاي علشان ينشر ثقافي ولكن هو محترم هذول الاشخاص ومحترم ثقافة المسلمين اه شلح من ضمن هاي الامور اللي بدل على انه محترمها هو انه شلح على الحفاظان على اه يعني انه احتراما للناس الاشخاص الموجودين هون وهون بداية دخوله طبعا اتفاجأ بعدد الهائل الناس بحكي كافي ارجاء العالم في ناس موجودين في هذا المكان يعني اه مكتذبة بهذا البلد بالناس بحكينا حاليا انا بدور حوالين هذا الكعب او المكعب او هذا المنزل هو طبعا مش عارف ايش اسمه لحد ما انهم حقولوا هذا اسم ها الكعب المكرمة فانا بحكي انا بلف حوالي اباع بعرف شو هو السبب اللي بيدفعهم انهم بصيروا يدوروا حواليه وما بعرف شو هذا الاشي اللي بيستوقفهم بوقفه لعنده بصيروا يحاول انهم يتفرج عليه هون بحكي انا لو بدي احاول اوصل لهذا البواب هاي مع الاشخاص هدول ممكن انها تودي بحياتي فخليني في مكاني انا هون وثابت في مكاني هون بلاش اني اوصل لهذاك المكان واتأدى وصير فيه اشيه وهون حب انه يتعرف على هذه النقوش والكتابات الاسلامية ومشان هيك ساعدوا في هذا اللي هو هذا الدليل السياحي حاول انه يشرح له ويفهموا الموضوع وبدأ يعرف فيه على كسوة المكة الكعب المكرمة وصار يحكي له انه كم بتستغرق من وقت لحتى يتم انجازها وصار يحكي له الخيوط اللي لازم تستخدم فيها وكم بتحتاج كيف انها بتحتاج لوك فهو كان مذهول في هذه الخطوط بيحكي انها خطوط رائع لرغم اني مش فاهم منها ولا اشي بس انا معجب في هذه الخطوط هون بتعبر من وجهة نظرهم كيف انتشر الاسلام وكيف انه سيدنا جبريل نزل او كيف بلشوا بابنه هاد الكعب المكرمة وكيف انه نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحطيم الاصنام يعني بيحكي هو طبعا بملخص بشكل عام وهون انتشار الاسلام يعني هو كيف وجهة نظرهم كيف هم فاهمين الموضوع او كيف واصلتهم الصورة كيف انتشار الاسلام او شو هو الاسلام بالنسبة لهم طبعا هون في اثناء الطواف استوقفوا هذا الحجر واستغرب انه شو هذا الحجر اللي بحاولوا انهم كلهم انهم يحطوا ايدهم في جوا بحكي مع انه يعني ممكن انتو تؤدي في حياتهم من كثر ما هو صعب وشوف كيف انهم بحاولوا الناس انهم يوصلوا له اخيرا ووصل له بحكي هو عبارة عن حجر له رائحة جميلة طبعا هو مش عارف انه هاي بتمسح بالبخور كل يوم علشان تعطيها ريحة حلوة طبعا من افخر انواع البخور هون بستمر عملية الطواف وبتفرج على الناس وبصورهم من قرب استوقفوا كمان انه ليش الناس بدوروا حولين الكعب بيكونوا مسكين كتيبات صغيرة وبيقرأوا منها وبعدين عرف من خلال انه صار يسأل الناس الموجودين انه شو هاي الاشياء اللي بكونوا مسكينها او الكتيبات صار يشرحوا لي كل ما هاي فيها هذه عبارة عن القرآن الكريم وهون بعض الاشخاص طبعا هون من تركيا طبعا حكتلكم هو استغرب انه من كمية الثقافات المتنوعة الموجودة من افغانستان ومن تركيا ومن الصين بيحكي حتى من نفس الناس اللي انا بنتي مقيلهم موجود وكمان اعجب بنشاط الحرس وتنظيمهم للمكان من الامور اللي اعجب فيها كمان بيحكي انه لحظة الصلاة ما بتعرفوا كيف كل الناس بنتضموا بصورة صف واحد بكونوا منتضمين منتضمين ومرتبين هون كان سعيد جدا بانه شاف امام الحرم المكة وبيحكي انا سعيد جدا اني انا قابلته وانا كنت اتمنى اني اقابله من زمانه هون مو وصل للجبل او المكان اللي فيه بيخرج ماء زمزم واعجب بشكل كبير في المكان وفي شكله استغرب انه انه الناس طريقة كيف انهم بيشربوا من المية وبيغتسلوا فيها وكمان بيعبوا اوعية بيحكي له هون بيسأل في صاحبه بيحكي له انه شو السبب انه الناس هون بيحاولوا انهم يشربوا اكبر كدر ممكن من هاي المياه وفي نفس الوقت انهم يملأوا اوعية معهم بكميات كبيرة بيحكي له هاي المياه عند المسلمين لها معنى كبير اول اشي من ناحية الاسلامية وكمان من ناحية صحية فهي يعني بتعالج كثير من الاسقام بالاسقام عفوا وهون حاول بتذوق في هاد المياه وكان سعيد جدا بيحكي انه طعمها فعلا جيد فهون تصار يحكي انا رايح اكتفي باني املأ هذا الوعاء فقط ما بدي اكتر من هيك ورايح اخذه معاي هدية لما اوصل على بلادي وهون حاول انه يسأل احد الاشخاص انتوا ليش بتعبوا هاي المياه وليش بتعملوا فيها فهون في واحد شخص من الاردن بلش يشرح له ويحكي له انه احنا هاي المي بنعبيها وفي اوعية وبنوحها معانا على بلادنا طبعا هذا الشخص من الاردن كله بنعبيها بناخدها معنا بناخدها هدايا هدايا هو بهذا الشكل صار كله هاي هدايا هدايا بناخدها معنا على الاردن وبهيك بيكون الجزء الاول من رحلة الرحالة لي انتهت اذا عجبكم الجزء الاول احكولي علشان انزلكم الجزء الثاني من رحلته لانها شيقة جدا ولسه فيها مغامرات وفيها يعني اشياء كثير بتمنى اني اعرض لكم اياها وتشوفوها هون طيب هون دخل عند هون شبان بياخذوا من شعرهم كجزء من مناسك الاحرام طبعا هون صار يستفسر يسأل بيحكي يعني انتو لاش بتاخذوا هذا الخصلة من شعركم صار يشرحوا له كله هاي من 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 مناسك العمرة ولازم احنا نعملها وصار يفرجوا فيه وبعض الاشخاص وقفوا صاروا يشرحوا له الموضوع لحد ما انه توصل للمعلومات اللي كان يحاول انه يوصلها من الامور اللي كانت بقى عاجب المفتش ليه بيحكي انه هون بتلاقوا جميع الاجناس او جميع في العائلة كلها يعني بتلاقوا بتلاقوا العائلة كانت الاطفال والام والابو يعني تخيلوا هذا هو ومرته وابنهم الرضيع هذا الشاب مع ابو بيحكي بتلاق كل الاجناس وحتى فيه هون سعوديين شافوا عرفوا انه هو مش من هون وصاروا رحبوا فيه يحكوا له اهلا وسهلا فيك والسعوديين واحنا بنراحب فيك في السعودية الامور لصوقفة والامن بيحكي الامن من واجباتهم انهم كمان مش بس انهم الامن وانما هم بيحافظوا على الاطفال واذا بلاقوا اطفال بيرجعوهم لا اهلهم هاد الامور كانت كان مبسوطة كتير منها تعرف على هاد البنتي وشقطة بيسألها بيحكي لا انت وين ابوك بتحكيله ابوي نايم وامي راح تتلفها ولاد الكعبة وهي اختي الصغيرة وعمرها ست سنوات ووقف صار يحكي معهم يعني كان بيحكي انا سعيد كنت سعيد وانا احكي معهم هون هي كانت بتحكيله انا بعرف الصين وبتفرج على رسوم متحركة صارت تحكيله حتى في في واحد اسمه جاكي شان ومش عارش وصار كلا نعم نعم جاكي شان وهون صارت تحكيله بده اخصوا صورة تذكارية معاك وطبعا هو ما حكالهاش اشي اه انسان متواضع جدا على الضغم من انه يعني من اشخاص اللي مادية يعني ما شاء الله يعني ممتاز وضعه المادية نفس الاشي الامن استوقف الامن كيف انهم بيساعدوا الكبار السن والاطفال وبحافظوا على الامن والامان في مكة المكرمة الله يعطيهم العافي زيهم كل خير يعني شوفوا الصورة الحلوة اللي اللي نقلوها طبعا هون برضو من الامور الاستوقفة تقيف انه كل اه بلد بيكونوا لابسين نفسي زي وبكونوا ماشيين في خط واحد طيب اذا عجبكم الفيديو اه لهذا اليوم متمنى ما ننسون بلايك وشير وسبسيكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته